انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل النظام الايراني دفعت الاتحاد الاوربي لفرض عقوبات على الحرس الثوري الايراني وسبعة من قادة الباسيج والشرطة الايرانية جراء حملة قمع مميتة لفذتها السلطات في نوفمبر تشرين الثاني الفين وتسعة عشر الاتحاد الاوربي ادرج على القائمة السوداء قائد الحرس الثوري حسين سلامي بسبب اتهاماتهم بمشاركته في اصدار اوامر باستخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات ومن ابرز المستهدفين ايضا بعقوبات الاتحاد الاوربي اعضاء في الباسيج التي تعمل تحت امرة الحرس الثوري وقائدها غلام رضا سليماني بالاضافة لفرض تجميد الاصول لثلاثة سجون ايرانية العقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا للاصول هي اول عقوبات يفرضها الاتحاد على رموز رفيعة في المؤسسة العسكرية التابعة للنظام الايراني بسبب انتهاكات لحقوق الانسان منذ عام الفين وثلاثة عشر وخلال الاضطرابات التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني الفين وتسعة عشر قتل الف وخمسمائة شخص وذلك بحسب حصيلة ذكرها ثلاثة مسؤولون بوزارة الداخلية التابعة للنظام الايراني وبحسب منظمة العفو الدولية قتل اكثر من ثلاثمائة شخص خلال ثلاثة ايام من القمع وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة انما لا يقل عن سبعة الاف شخص اوقفوا كما منعت سلطات النظام الايراني الوصول الى خدمة الانترنت خلال هذه الفترة ترجمة نانسي قنقر